اهلا بكم من جديد شهد شهر اغسطس تباينا في المؤشرات الخاصة بالبورصة طبعا اليوم الخميس اخر تدولات هذا الاسبوع ونهاية شهر اغسطس سنستطلع كيف كانت الحركة خلال هذا الشهر وما هي التوقعات بالنسبة للربع الاخير من هذا العام مع ضيفي الليلة الاستاذ احمد شاحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك واهلا بالسادة مشاهدين مرسي جدا خلينا نبدأ بالمؤشر الرئيسي اي جي اكس تيرتي كنا من ايام شاركنا خبر انه بلومبرغ بتقول انه من افضل المؤشرات اداءا خلال شهر اغسطس خلينا نشوف اللوحة الخاصة باداء اي جي اكس تيرتي خلال شهر وحب اعرف من حضرتك ايه توقعاتك بالنسبة للمستويات الممكن يروح له خلينا نتكلم على الفيجن الكبيرة او الصورة الكبيرة للمؤشر الرئيسي بتاعنا اي جي اكس تيرتي نزول تقريبا من القمة دي اربعة وثلاثين في المية وحجم تصحيح ضخم جدا عند منطقة الاثناشر الف اهه وبدأنا صعود من بداية السنة اه من بداية سنة الفين وثلاثة وشر اه طلعنا من منطقة الاثناشر الف لحد منطقة في نهاية اه فبراير لحد منطقة الخمساشر الف ثلاثمية نقطة اهه ما بين الاثناشر الف والخمساشر الف احنا مازلنا فيه على المدى الكبير في اتجاه عرضي. اه تحديدا كمان ممكن نقوله عند مستوى اعلى مستوى سبورت اعلى منطقة التلاتاشر الف نقطة ومنطقة المقاومة الرئيسية خمساشر الف وتلتمية نقطة. نمتوقع ان المؤشر يستمر اه نسبيا خلال الفترة دي وان كان هو السنة دي بيستهدف منطقة الستاشر الف وتلتمية. اهه. ليه تحديدا بنحنا متكلم في الارقام دي احنا بنتكلم ان احنا نزول عنيف خلال سنة الفين وتمانتاشر من شهر اربعة لحد شهر اتناشر تقريبا اربعة وتلاتين في المية. اه طبعا ده رقم كبير جدا في الاسواق ان حجم ده ازاي ده ينزل. فبطبيعة الحال ان يتم التعافي لازم بياخد وقت. احنا نزلنا كمان على مدار تقريبا ترات اربعة سنة. اه بنتكلم في حدود اه اه حوالي سبع تمن تمن شهور نزول. فبطبيعة الحال اثناء الصعود لازم هنتأخر في الوقت. فبطبيعة الحال هيبقى عندنا اول المقاومة هنستهدفها خلال الفترة اللي جاية منطقة الخمساشر الف وتلتمية نقطة. ثم منطقة الستاشر الف وتلتمية نقطة. هيا الرينج من خمساشر تلتمية لحد منطقة ستاشر الف وتلتمية. الرينج ده طبيعي انه هو يعوق مسير تسعود خلال 2019. يعني انا متوقع ان ده تقريبا هيبقى المنطقة اللي بنستهدفها خلال 2019. ده الحد الاقسى اللي ممكن نحن هواقعه خلال 2019. ده مش هيمنع ان يبقى فيه اه حركات سعرية آه كبيرة لبعض الاسهم داخل الانحقيقة طبعا هنتكلم على نتكلم على اي جي اكس سيرتي تحديدا عشان الوزن النسبي لبعض الاسهم فيه وتحديدا تجارة دولي فيبقى اداء اي جي اكس سيرتي مختلف عن اداء اسهم كتير في بعض الاسهم بتبقى اود بيفورمينج او الاداء بتاعها اقوى من المؤشر وفي بعض الاسهم بتبقى اداءها اقل من المؤشر فبطبيعة الحال بيبقى فيه تشكيلة مختلفة ودي ظهرت خلال 2018 و2019 بشكل كبير طيب او اللوحة اللي بنعرضها دلوقتي بتبين الاداء اللوحة السابقة بتبين الاداء من 2008 والحد الوقت الحالي اذا كان ممكن نروح للوحة السابقة ايه الارقام او المستويات اللي حضرتك يعني الى جانب مستوى الـ 15300 نقطة لكن ايه المحطات الرئيسية اللي شاهدها اه المؤشر على مدى السنوات الاخيرة الحقيقة ده ده يعني كل كل وحدة فيه او وحدة زمنية فيه بتماثل شهر بتماثل شهر الحقيقة بتوضح فيه واضحة فيه في 2008 كانت الرينج بتاع منطقة 12000 منطقة رزيسن صعبة جدا فضلنا تحتها من من سنة 2008 نتداول تحت المنطقة دي ما بين المنطقة الـ 12000 وصولا لحد الثلاثة الاف نقطة وعدنا مش مش قادرين نخترق المنطقة دي لحد منطقة التعوين لحد يوم تحديدا تلاتة 11 مش عالفين نخترق المنطقة دي لحد ما بدأنا بعد كده من بعد التعوين مع السياسات الجديدة السياسات الجديدة الحقيقة طبعا ان البورصة كيد استفدت فيها بلجنيه مصري ان احنا لو جبنا بعد كده شهرت بالدولار هنلاقي ان احنا لسه مقربناش من الليفل كان ده هيكون سؤالي بالجنيه المصري الحقيقة احنا اتخطينا يعني المستثمر بلجنيه مش في دولار المستثمر بلجنيه هو شاف صعود واختراق منطقة الاتناشر الف وصولا لحد منطقة التمنتاشر الف الحقيقة كان فيه ميزة. اهه. اللي هو نزل اربعة وتلاتين في المية اربعة وتلاتين ونص تحديدا في المية. من التمنتاشر نزل لحد تقريبا منطقة الاتناشر الف. اه. فبالتالي هو عمل منطقة سابورت عند منطقة الاتناشر الف وبقى ديه البيز او القاعدة اللي حتشيلنا خلال الفترة اللي جاية. اه. بس حقيقة برضو عشان نبقى شايفين? الخروج بعد كبير ده بيحتاج وقت. اه. يعني طبيعة الحال احنا عشان نبدأ نتحرك بنحتاج كبيرة بنحتاج وقت عشان نقدر ننطس حجم الضغط البيع اللي كان موجود عن التمنتاشر الف اه. وبنحتاج حركة سعرية قوية تفاعل له. اه. طيب اه ازا انتقلنا للمؤشر السابعيني اه تقريبا اه نزل شهر الفترة تلاتاشر في المية لكن بسعد خلال هذا شهر بستة بالمئة. اه اه. الشارت دي بتوضح ايضا الاداء لكل من المؤشر الثلاثيني والسبعيني من اه الفين وتسعة. نفع من حضرتك الشكل العام ومقارنتك للمؤشرين. طيب خلينا اول ننفرق بنحاكتين اول حاجة اللي حصل الشهر ده والشهر الفات في اي جي اكس سبنتي حياة كان في نزول تلاتاشرة تمانية من عشرة الشهر الفات في مؤشر سبعين. الشهر ده طلعين في حدود ستة ونص يعني تقريبا قلصنا نص الخسائل اللي كان عملها الشهر الفات. حياة اي جي اكس سيرتي مختلف انه هو كان عامل سعود الشهر الفات في شهر سبعة خمسة في المية. الشهر ده عامل سعود عشرة او تمانية من عشرة في المية فاي جي اكس سيرتي بس بفعل فاعل اللي هو البنك التجاري الدولي وسهم ايف جي وطلعت مصيع فيه. بفعل الاسم القيادية هي اللي عملت كده. لكن اي جي اكس سيرتي طبعا عشان كده ده اللي بيخلي معظم المستثمرين مش حاسين بنفس يعني احنا في الميديا دايما بنتكلم او في التحليل بنقول ان الاندكس حقق ارباح وصعد اللي الجلسة كدساعدة بس انه بعض الناس مش بتحس بده. نتيجة ان اداء او الاسهم الاصغر بتبقى قضعة فشوية. ممكن ده بيوضح الاداء او البرفورمنس البردو ده المانسلي تشارت. مهم. بس عنا جايبه عشان يبقى وضح للناس على اي جي اكس سيرتي في المنطقة اللي فوق اي جي اكس سيفنتي في المنطقة اللي تحت. هيبيوضح فرق الاداء بين الاتنين. بيوضح ان اي جي اكس سيرتي اللي هو في منطقة اللي فوق منطقة اتناشر الف تخطاها. مصعد راح للتمنتاشر لكن اي جي اكس سيفنتي اللي هما السبعين سهم الكانين. الحقيقة ما يدروش يعملو ده. الليفل بتاع التمنتاشر اللي في ما يعادل الاتناشر الف. احنا لسه ما تخطناهوش. الليفل اللي في ما يعادل منطقة العشر تريف كمان في المؤشر هو اي جي اكس سيفنتي لسه ما تخطهوش. مهم. وبالتالي ده اللي بيبرر للناس هو ليه الاسهم الصغيرة مش قادرة تأدي اداء قوي. حيان لان هي تشكيلة الاسهم دي ما تخططش المستويات وما استفدتش بالتعاويم بنفس حجم الاسهم القيادية والاسهم الكبيرة. طيب اه الاشبوع اللي فات اه تم اطلاق اه مؤشر جديد ضمن مجموعة تلاتين اي جي اكس تريتي تي ار اه الى اي مدى اه هو مهم في قراءة البورصة. طيب ده في مدين مهمين في الحيطة دي الان. حقيقة خليني احيي اه رئيس البورصة ومجلس داتة البورصة تحديدا ان هما في الدورة دي الحقيقة بيعملوا شيء مختلف. هما اولا اللي بيسعوا للجامعات الاهلية. هما اللي بيسعوا للمستثمرين عشان يشوفوا ايه الحاجات اللي ممكن تضاف عشان تحسن من بيئة العمل. اه داخل منظومة البورصة ودي حاجة ما كانش موجودة قبل كده على مدار الحياة التاريخ مشوفناش قبل كده. اوكي. دايما اه رئيس البورصة هو اللي بيسع ان هو يصلينا ويشوف ايه الاختراحات الجديدة. ومن هنا جيه ايج اكس آآ سيرتي تي ار اللي هو آآ او اللي هو بيضاف ليه التوزيعات النقدية عشان يوضح حقيقة الشغل. وده اول او اول مؤشر في مصر يتمي بتريدي. هو موجود برا مصر بالشكل ده. اه. كمان الحقيقة هو آآ آآ في ميزة بياخد في الحسبان اخر سعر مش متوسط للأسعار. وده الحقيقة كان برضو اضافة جديدة للمؤشر للاداء منظومة العمل المصري. اه. لو بصينا على الجراف اللي موجود معنا ولا الشارت اللي موجود معنا الحقيقة فيه في المنطقة اللي فوق ايجي اكس سيرتي والمنطقة تحت ايجي اكس سيرتي توتا ريتيرن. الحقيقة هنلاقي البرفورمس تقريبا مش مختلف كتير يعني. صحيح. تقريبا الشكل هو هو. اه الحقيقة برضو مش مختلف كبير بشكل كبير قوي لان الحقيقة معظم الاسهم اللي عندها توزيعات نقدية هي اللي مكونة ايجي اكس سيرتي وهي نفسها اللي بتوزع بتعمل توزيعات نقدية داخل اي جي اكس اه سيرتي تي ار. فبالتالي الشكل العام مش مختلف بحجم كبير حتى البرفورمالس نفسه. اه. يعني لو شفنا الصعود اللي حصل خلال الفترة ما قبل التعويم لحد منطقة التمنتاشر الف. الصعود اللي حصل ده هو عمل تقريبا في اي جي اكس سيرتي متين وتلاتين في المية. متين تلاتة وتلاتين في المية. اه. في اي جي اكس سيرتي تي ار عمل متين تمانية وتلاتين في المية. فالحقيقة حتى الفرقات معاش بالحجم الضغط اللي مختلف كتير وان كان لو مع الوقت مع اه اه مرور الوقت هيبان الفرق بين اداء اي جي اكس سيرتي و اي جي اكس سيرتي زي ار لكن لحد هزيد لحظة ما فيش فرقات كبيرة بينهم في الاداء. اه اه ما وضحش حاجة مختلفة بشكل كبير لكن انا شايف ان مع الوقت ومع اه اه دخول اسهم جديدة للنحية برضو. يعني نقول بشكل واضح وصريح ودي مش مسئولية قدارة البورصة ولا هيئة لكن حجم البورصة المصرية بحجم تدولات بتاعها اللي تخطى المليار جنيه هو لا يومسر الاقتصاد المصري. اكيد. حجمه حجمه قليل جدا. احنا بنقول البورصة المصرية تقريبا اه اه بورصة سعودية يوم عامل واحدة منها بيتخطى سبعة امان شهور من البورصة المصرية الحقيقة اقتصاد مصري اكبر من كده بكتير. فمحتاج بس مجموعة اه اسهم بوزن كبير شوية بحجام الشركات كبيرة شوية تبقى موجودة داخل البورصة المصرية. حدرتك ايضا اعادات او لوحة اخرى بتوضح الاداء للمؤشر الثلاثيني والشهور الافضل والاسوأ منذ عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين. ايه الشهور الافضل وايه الشهور الاسوأ؟ يعني هنا الجدول الموجود معنا بيوضح حقيقة على مدار اتنين وعشرين سنة اداء الاسهم اداء الاسف اي جي اكس سيرتي على مدار الشهور وانهي شهور اقوى وانهي شهور ابعاف. حقيقة دي بتثبت بس ان شهر الاسف مايو وشهر يونيو من اسوأ الشهور المتواصل بتاعهم بالنيجاتب داخل اداء اي جي اكس سيرتي. في حين حنلاقي شهر ديسمبر وشهر يناير من اقوى الشهور داخل البورصة المصرية. الحقيقة كمان نقول ان الربع الاول عاما شهر واحد واثنين والارتة من اقوى الشهور داخل البورصة المصرية حكمان الربع التالب اللي هو سبعة وتمانية وتسعة من اقوى الشهور داخل البورصة المصرية وبالتالي انا ببقى شايف دايما ان مناطق الشراء في نهاية شهر ستة عاما بشكل يعني أي مناطق الشراء مراغزة في نهاية شهر ستة وفي نهاية شهر نوفمبر Gonna kick it out. يعني نهاية شهر الثانية بتبقى بعدها فيه ثلاث شهور متوقع ان اداء يبقى قوي. ونهاية شهر نوفمبر بقى فيه برضو اداء قوي. يعني ده معنا انه الربع التالت حيكون شهر نوفمبر هو الافضل اداء بناء على. نوفمبر حيبقى الاسوأ اداء. حيبقى الاسوأ اداء عفوا. ستمبر حيبقى برضو كويس اعتقد ان شاء الله حيبقى من الشهور الكويسة. اهه. اعتقد نوفمبر حممر فيه برضو اه بمرحلة ونبدأ تاني في شهر ديسمبر نبدأ من معوض الصعود. حياء الجدول ده اثبت صحيته على مدار التاريخ. مش بس في الاسهم. لا كمان في معظم. مش بس في الاندكس. لكن في معظم الاسهم الحقيقة. اه. اه. ان احنا نتكلم على مدار اتنين وعشرين سنة واداء تاريخي. مرتبط بعامل كتيرة جدا. بعضها ارتباط باسواق خارجية. بعضها ارتباط باحداث محلية وداخلية. ان اخيريا نقول حاجة تانية لو نحبنا نتكلم على الاجي اكس تحديدا في شهر تمانية. كان في احداث كتيرة حصلت في شهر تمانية. اه. تخفيض فايدة اه طرح فوري ونجاحه. في اكسر من حدث اه صفقة جلوبال تلكم مخروجها من السوق المصري. فالحقيقة كان شهر تمانية شهر. كلها اه كانت اخبار ايجابية للسوق. بس خلال نقول حاجة اخبار ايجابية في ضفعة واحدة. فالاسف يعني مفيش اخبار تانية مستنينها ايجابية كتير غير ان الفايدة. الاخبار تريد مرة واحدة بحجم كبير. بس في الحقيقة متوقع خفض سعر الفايدة خلال برضو ست اسابيع القادمين مرة تانية اعتقد ده برضو ممكن ينشط. وان كان في النقطة دي تحديدا لو حابنا نبقى نتكلم فيها. هنقول احنا في سوق مصر. وده ان شاء الله في حلقة قديمة ده بقى نجابها اه التأثير بتاع البورصة المصري مش بتأثر بسعر الفايدة كرقم مطلق. او بالخفض او لكن هو بيتأثر بسعر الفايدة السلبي. اه. يعني لما بنطرح معدلات التضخم الشهري من سعر الفايدة فيطلع ان معدلات التضخم اعلى من سعر الفايدة ساعتها البورصة بتتجاوب ده تاريخيا برضو. اه. تتجاوب بشكل احسن وبشكل اعلى. اه ممتاز. اه لو تكلمنا عن قطاع البنوك اه النهاردة تخطى اه تسع وشرين في المية من اجمالي رأس المال السوقي. اه خلينا نتكلم عن نشاط هذا القطاع وطبعا اه دور اه سهم البنك التجاري الدولي في تحقيق هذه النسبة وفي اداء القطاع بشكل عنه. اه الحقيقة طول الوقت البنك تجاري الدولي لو شفنا بتاعه بعد كده ومقابلته مع مؤشر مؤشر ايجي اكس سيرتي طول الوقت البنك تجاري الدولي فيه مستين. اولا هو مش بس قائد للسوق هو كمان بتاعه لو شفنا حبينا نشوف بتاعه من الفين وخمسة حقيقة حيبقى واضح ان الاداء بتاعه اقوى بكتير والريترن بتاعه اقوى بكتير من ايجي اكس سيرتي. يعني حقيقة دايما يعني ده بيدي للمستثمر بدون نصائح محللين بدون دخول في تفاصيل. الحقيقة هو المستثمر على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل اللي بيختار سهم البنك التجاري الدولي دايما بيؤدي اداء اقوى من ايجي اكس سيرتي وبالتالي بتبقى الارباح بتاعته اعلى. لو احنا شفنا كمان الحاجة التانية الخطوط اللي انا عملها ام باربع اشكال دي بتوضح ان كمان البنك التجاري الدولي دايما بيسبق المؤشر في اختراق المقاومات او في الصعود. امه. يعني في مرة احنا عندنا موجود في 2010. وفي المرة التانية في 2013. المرة التالتة في 2016 اللي هي ما قبل حتى التعويم. والمرة الرابعة في 2019. شفنا كل مرة البنك التجاري الدولي هو دايما بيكسر الريزستنس او المقاومة اللي بيقابلها قبل المؤشر. ممكن يعمل هايز جديدة بالمؤشر. يعني نفس الحالة اللي احنا موجودين فيها. ده زي ممكن يفيد المستثمرين اللي بيتبعوا اداء سهم ما او سهم قيادي في السوق ومقارنته بالمؤشر الرئيسي. هو يفيد اولا المستثمرين في حاجة ان الحاجة هو حتى الاجانب مش بس المستثمرين المستثمرين هما دايما عينهم في الرئيسيا على البنك سهم البنك التجاري الدولي. والحاجة كمان هو وزنه كبير بيأثر في المؤشر. والحاجة معوزة من السوق باستثناءات بسيطة جدا لما السوق بيحصل فيه تصحيحات عنيفة بتأثر على الاسهم كلها. وبالتالي اعتقد من يعني من الحنكة او من الرأي البسيط بدون دخول في تفاصيل تحليلية ان دايما المستثمر. على مدال طويل استثماره في البنك التجاري الدولي واستغلال لحظات التصحيحات العنيفة ان يبقى سهم البنك التجاري الدولي من الاسهم اللي موجودة معاه بنسبة كبيرة اه مش لازم تكون حتى تعايد النسبة الاربعين في المية اللي هو موجود فيها وزنه في ايج اكس سيرتي على اقل بنسبة خمسة وعشرين في المية عشرين في المية مهم من قوي ان يبقى موجود في المحفظة بتاعته. الحقيقة ان ده بيحسن اداء المحفظة بتاعته سانيا. بس المهم قبل ما نقول سانيا المهم ان هو ينقي توقيتات الشراء بتاعة سهم البنك التجاري الدولي ان هو زي ما احنا شايفين في الجراف ان هو على اتجاه صاعد على المدال طويل. اوكي. فالحقيقة هو بطبيعة الحال النهاردة الناس اتفاجأت او السبوع اللي فات اتفاجأت ان هو كسر. والحقيقة اي سهم في اتجاه صاعد على مدال طويل هو طبيعا يكسر. لما بيلاقي مقاومة بيتخطاها. منطقة السبعة والسبعين كانت منطقة صعبة بس هيتخطاها. نهاردة عامل اتنين وتمانين وبدأ يصحح يعني بسيط يجني ارباح في نهاية الجلسة بس على المدال تاني الاطول شوية. هنشوف فيه سبعة وتمانين جنيه. هينزل منها وحيرجع يتخطاها. فبالتالي دايما نستغل التصحيحات وحالات البنك ساعة ما بتحصل او الاحداث السلبية ونقوم بالاستثمار في سهم البنك التجاري الدولي. اه ما هو تقييمك للأسهم الافضل اداءا وايضا الاسوأ اداءا في الفترة الماضية. خلينا نقول في ملامح كانت ظهر او شهر اغسطس. حقيقة مسلا ساهم من الاسهم المشهورة اللي كانت موجودة ومتدولة وكانت تقريبا البورصة في خلال اه بداية الفين وتسعتاشر. اه. ونهايات الفين وتمنتاشر كان سهم الالعاة. سهم الالعاة كان اداءه الحقيقة كان قوي جدا خلال فترة. لكن هو كان من اسوأ الاسهم اللي صحيت او نزلت. يمكن نقول السهم رقم تالت في الاسهم اللي نزلت بشكل عنيف. نزل ستة وعشرين في المية خلال شهر اغسطس. اه. على الرغم حتى من حالة سعود السوق لكن هو نازل تقريبا ستة وعشرين في المية. اوكي. ده من من اقوى الاسهم الكبيرة اللي نزلت خلال اه. شهر اغسطس. العكس صحيح من ده. خنقول في الاسهم اللي صحيت بشكل عنيف في اه شهر اغسطس كان عندنا سهم المنتجات السيحية زي ما هو واضح كان يمكن تالت سهم بصعود بنتكلم في حدود اه خمسين في المية. اه. كمان كان عندنا اه سهم المالية والصناعية برضو في تلاتة وتلاتين في المية اربعة وتلاتين في المية صعود. اه. كان من الاسهم الكبيرة اللي قدت اداء قوي. ففي بعض الاسهم الحقيقة كان اداءها قوي خلال الفترة. سهم عزة حديد بنتكلم برضو تلاتة وتلاتين في المية. اه. حقيقة هو تلاتة وتلاتين في المية بس في شهر اغسطس. لكن هو الحقيقة هو صاعد من اقال نقطة عملها خلال الشهرين اللي فاتوا لحد اعلى نقطة. اوكي. خمسين في المية. اه. ده من اقال نقطة لأعلى نقطة. لكن خلال شهر اغسطس بنتكلم على تلاتة وتلاتين في اه حاب اعرف رأي حضرتك في اه اه اتجاهات المستثمرين اه بالذات بعد قرارات الفائدة اه الى اي مدى اه يعني سيكون هناك اقبال على اه شراء السندات والاستثمار في اه السندات واذون الخزانة? في الحالة دي بنفرق بالحاجتين. اه. بنفرق او مجموعة حاجات مع بعض. اول حاجة في هم السندات واذون الخزانة. اذون الخزانة بتبقى حاجة على شور تيرن. حاجة علمت اه. انا شايف ان مع انخفاض سعر الفايدة سندات عشر سنين اعتقد هتبقى جاذبة. لم متوقع انخفاض تانى في سعر الفايدة. ففي الحالة دي في الفترة الحالية هتبقى سندات تويلت الاجل هتبقى جاذبة. على عكس ممكن اذون الخزانة. اه. ما اعتقدش ه È بقى علها الطلب عالي خاصة مع اه اه انخفاض اه اه اسعار الفايدة. اه. في دي من ناحية 타يم او الوقت بتاع الزنان وذون الخزانة. اه. من المستثمر مش بس بيهمه انخفاض سعر الفايدة. بيهمه مجموعة من العوامل اهمها حالة الاستقرار الاقتصادي او توقعاته لان ما هو الاقتصادي او قدرة الدولة على سداد الديون هو ده النقطة الاهم. فالمقارنة بالاسواق الناشئة او الاسواق اللي احنا موجودين فيها لحد هذه اللحظة الحقيقة هي ما تزال الاسعار دي جاذبة حتى مع انخفاض سعر الفايدة زنون الخزانة لان في حالة في الفترة الحالية موجود في حالة استقرار في مؤشرات الاقتصاد اللي ظهره وبتعلن خلال الفترة دي. فاعتقد ده مش هيقصر بشكل كبير. لان في بعض الدول احنا متكلم فيها اسعار الفايدة واسعار زنون الخزانة اعلى بكتير من انا. لكن الحقيقة القضية مش بس سعر فايدة. هو سعر فايدة مع حالة استقرار وحالة ضمان لهذه الامر. طيب اه عموما ايه رأي حضرتك لسوق السندات في مصر? الحقيقة سوق السندات في مصر الحقيقة هو اكبر يعني ممكننا نقول لحد هذه اللحظة هو من اكتر الاسواق اللي في مصر يعني مقارنة بالبورصة المصرية طبعا حجمه ضخم جدا. اه اه سواء اوزون الخزانة او السندات حجمه ضخم جدا مقارنة بحجم البورصة المصرية. اه طبعا انا حيازي للبورصة بحكم ان احنا اه بنقول دايما البورصة مفروط بقى مرقاة للاقتصاد. فالسندات اه حجم السندات فيها حجم كبير جدا. اه مرقاة للاقتصاد المصري. مرقاة حتستمر مرقاة خلال فترة جاية ان سندات كده كده برضو بتبقى مرقاة للاقتصاد دون النقاش لكن في الفترة الحالية البورصة المصرية مش مرقاة للاقتصاد المصري نتيجة الحجم الضعيف او الصغير للبورصة المصرية. لكن سندات في مصر حاليا طبعا هو اكيد مش مصر بس في كل دولة العالم هو مرقاة اخرى لاقتصاد. لانهو بيعبر عن شهية المستثمرين او تقييمهم لقدرة الدولة على أداء التزاماتها الفترة اللي جاية. فبالتالي كل ما كان السوق كبير كل ما كان بيعبر عن وكل ما كانت الأسعار فيه أسعار الاستفايدة على سندات قليلة وزن الخزانة كل ده ما بيعبر أكتر عن ثقة المستثمر في أداء الاقتصاد بتاعة الدولة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد شحاتة رئيس الجماعية المصرية للمحللين الفنين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدين الكرام ابقوا معنا في مال وأعمال. أين ستذهب حصيلة شهادات قناة السويس؟ من سيستأثر بالحصة الأكبر؟ هذا السؤال سأطرحه على ضيفي بعد فصل قصير كونوا دائما معنا في مال وأعمال